اشتركوا في القناة اهم وابرز العنوين رئيس الوزراء الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال ايام الافلاس لا يهدد مصر كبار الخبراء الدول لا تفلس ومصر قادرة على تجاوز ازمتها بالتوافق السياسي الحديث عن الافلاس لعبة سياسية ناتجة على الانشقاق بين السلطة والمعارضة مرسي يلقي خطابا يا الامة امام الشورى اليوم وزير التخطيط والتعاون الدولي استئناف المفاوضات مع صندوق النقد و300 الف طلب تعيين بالضرائب القرضاوي يدعو المصريين الى تخطي خلافاتهم خطة اصلاح شاملة تنفذها الوزارة الجديدة ترحيل دبلوماسي امريكي لا يحمل تأشيرة دخول مصر و100 الف بطانية للفقراء بالصعيد من مؤسسة مصر الخير دعوة لاسقاط الجنسية عن مايكل نبيل الحرية والعدالة يتفادى الاخطاء في التغيير الوزاري البلتاج لمحسوب الوطن في حاجة الى امثالك وزير الدفاع يصدق على حركة التنقلات الدورية للقوات المسلحة طوارئ بالمطار لتأمين 195 الف طلقة رصاص اختفاء محاولات السفر بنقد اجنبي بمطار القاهرة وزير الخارجية الاوضاع في مصر تتجه الى الهدوء ونيابة امن الدولة تطلب القبض على مرتكبي الحوادث الارهابية واخيرا نظام جديد للقبول بالجامعات الخاصة لا يفرق بين الطلاب معنا للحديث حول تفاصيل هذه الاخبار الاستاذ رفعة فياض مدير تحرير اخبار اليوم انا بيكو سيد رفعة انا بيكو سيد مجالد السيد رفعة يعني الملمح الاساسي على الاخبار الاخبار في الصفحة الاولى في اخبار اليوم هو الملمح الاقتصادي الحديث حول ان الافلاس لا يهدد مصر حديث رئيس الوزراء الخاص بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة ايضا الخطة الشاملة تنفيذها الوزارة الجديدة ايضا وزير الخارجية الاوضاع في مصر تتجه الى الهدوء يمكن زي ما حضرتك اشرت الى ان الجزء الاكبر في الصفحة الاولى وصفحة التلاتة فعلا بيدور حول هذه الملامح ويمكن الزميل محمود سالم غطى جزء كبير من الجزء الاقتصادي بلقاءه مع عدد من الخبراء الاقتصاديين لدي سؤالهم على مدى حقيقي هل مصر فعلا معرضة للافلاس كما اشيعة في الفترة الاخيرة وفي الايام القليلة الماضية بالتحديد ويمكن حالة الطراب في السوق النغضي لدرجة ان ارتفاع هناك ارتفاع في سعر الدولار مما اربكة في السوق المصرفي ايضا وايضا هناك قلق من قبل المصريين الذين لديهم وداء في البنوك المصرية والخوف من شبح الافلاس كما يشاع يمكن بدأ يؤثر على طبيعة المجتمع لكن الاجابة اللي حصل عليها الزميل محمود سالم من خلال اللقاء عدد من الخبراء الاقتصاديين المتخصصين حسم قضية الافلاس دي انها تكاد تكون منعدمة تماما بالنسبة للمصر او غير واردة على الاطلاق لان معنى افلاس دولة ده من الصعوبة بمكان نعم من الممكن ان تفلس شركة او مؤسسة وخلافه لكن تفلس دولة لها موارد متعددة ولها امكانيات او جهود ممكن تبزل لاصلاح الخلل الاقتصادي فيها ومن الممكن من خلال المساعدة الموارد الاجنبية مثلا من خلال قرن من الخارج وخلافه والاصلاح الاقتصادي في الداخل والمرتبط ايضا بالاصلاحات السياسية اذا كانت هذه الحزمة كلها مع بعضها حتى لو كانت الدولة بتواجه مشاكل اقتصادية هتعديها ويدي امثلة كتيرة لنماذج هذه الدول مثلا زي مثال الارجنتين على سبيل المثال ويمكن انتهى باليونان اللي ما زالت تعاني من ازمة اقتصادية حتى الان لكن بدأت تتجاوزها مع ان ازمة اليونان كانت اصعب بكثير جدا من الواقع الاقتصادي الموجود حاليا في مصر ويمكن احنا في الصفحة الاولى في اخبار اليوم ركزنا على اكثر من جزئية سواء بالنسبة لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل سواء بدءا من تشكيل الحكومة او توجهات الحكومة والمهام التي تلقى على اعتقاف الفترة المقبلة والجزء الاكبر فيها هو الجانب الاقتصادي او تصريحات وزير الخارجية المصري وهو حاليا في موسكو عند لقائه مع وزير الخارجية الروسي لافروف والتأكيد على ان الاوضاع السياسية التي تعتبر احد العوامل الاساسية في عملية الاستقرار الاقتصادي بدأت مصر يعود اليها حالة الهدوء وحالة الاضطراب التي كانت موجودة يمكن فترة قبل الانتهاء من اعداد الدستور واثناء الاستفتاء على الدستور او قبله باشرة اعتقد الامور هدأت تماما في الفترة او الى حد الناف بالنسبة للمصر وبدأ التركيز في المرحلة المقبلة خلال الاسابيع والشهور القليلة المقبلة للاستعداد للانتخابات البرلمانية والانتخابات البرلمانية حتى يكتمل بناء مؤسسات الدولة بعد انتخاب البرلمان القادم بالنسبة للخبر اللي حضرتك اشرت اليه بتصريحات رئيس الوزراء وما يجري حاليا دلوقتي من الاعداد لحكومة جديدة منتظرة ولكن الحكومة الجديدة هو فيها تعديلات وزارية قد يصل عدد الحقائب الوزارية التي تحدث في الحكومة الجديدة حوالي 8 حقائل لان احنا عندنا دلوقتي حوالي 3 وزارات يأمى وزيرها استقال مثلا زي دكتور بحسوم مثلا بالنسبة لوزير الشؤون القانونية او وزير الاتصالات او وزير النقل مكانه وفاضي برضي يعني 3 وزارات موجودة اريد مطلوب هيتاخذ 3 حقائب وزارية مكانهم وهي يحدث هناك تغيير في بعض الحقائب الوزارية الاخرى وان كان الفترة القادمة في عملية التشكيل الوزاري اللي يمكن على نهاية الاسبوع القادم تنتهي هيتم التركيز فيها ليس على اساس اختيار وزاراء يعني اختيارهم يتم بناءا على الانتماءاتهم الحزبية قدر الاهتمام بان يكونوا وزاراء تكنقراط او فنيين او خبراء في التخصص وليس التركيز على الاختيار انه يكون له انتباء حزبي سواء الحزب الحرية العدالة او حزب النورة او اي حزب اخر لانه لم يجلس مع الوزاراء الاختيار لان الفترة المقبلة عايزة حكومة تكاد يكون وزراء التكنقراط او المتخصصين او الخبراء او الفنيين فيها اكثر من الجانب الحزب واعتقد ان هذا هو الاتجاه في الفترة القليلة المقبلة حتى ان بعض المسؤولين في حزب الحرية والعدالة قالوا لا احنا وعينا الدرس تماما ويمكن في تشكيل الحكومة الجديدة او او تشكيلها بعد تطعمها بعدد من الوزراء الجدد يعني لن يكون هناك اصرار على ان يكون الجانب الحزبي فيها مسار جدل وضغوط وخلافه احنا عايزين نعمل حكومة عشان تعمل على المساعدة عادة على امنهوض بالواقع الاقتصادي المصري تعمل على ان تكمل مسيرة مصر في بناء مؤسساتها الدستورية بالنسبة لانتخابات البرلمانية القادمة تعمل على نوع من لم الشمل او نوع من التوافق زي ما اشار رئيس الوزراء في التصريحات اللي احنا نشرينها لان التوافق المجتمعي والاستخرار مهم جدا للجانب الاقتصادي بالذات او الجانب السياسي لان الجانب الاقتصادي هيبدأ فيه استثمارات جديدة ستعود سياحة ستنمو ويكون هناك ضخ لنقد اجنبي من خلالها بشكل اكبر حتى مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي واشرنا اليها ايضا في الهصف المباحثات اللي ستتسابد مع صندوق النقد الدولي لان من مصلحة مصر ايضا ومصلحة الصندوق انت تنجح هذه المفاوضات لضخ اربعة وتمانية من عشرة مليار دولار في الاقتصاد المصري حتى نساعد على عملية الاقتصاد وده الصندوق هيديه لمصر وبالتالي كان سبب تأجيله للبت في هذا الموضوع حتى نهاية جناير المقبل هو عدم الاستقرار السياسي اللي الكل لمسه اعتقد عملية الهدوء والاستقرار اللي هنبدأ نعيش فيها ان شاء الله خلال الايام القليلة القديمة سوف يشجع الصندوق على الموافقة على القرد نحن لا ننكر ان نحن في اشد الحاجة اليه خلال هذه الفترة لكن مطلوب ايضا ان تعمل الحكومة وتعمل كل الفرقاء في المجتمع على استكمال منظومة الاعداد للجانب الاقتصادي من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة تتعمل الاهتمام بان يكون هناك تشجيع لمجال الاستثمار ونوع من البنود او القرارات التي يجب ان تشجع المستثمرين سواء محليين او عرب او اجانب للاستثمار في مصر وكل هذا مرتبط بالاستقرار وايضا بالنسبة لا بد ان نعمل على زيادة حجم الاحتياط النقد الاجنبي ولا نجعله ينهار او يتناقص ويمكن رئيس الوزراء صرح ان في خلال المرحلة المقبلة نأمل ان نزيد من قيمة الاحتياط النقد الاجنبي اللي عندنا من حوالي 15.5 مليار دولار الى 25 مليار لان ده بلا شك هيعطي نوع من الاستقرار والهدوء النفسي في مصر ايضا وقدراتها على انها يعني يكون لديها النقد الاجنبي الذي يمكن ان تحتاجه في استيراد اي مستلزمات خاصة به نعم استاذ رفعة لو انتقلنا لصفحة هنا الجامعة وخبر هامي هم مقطع عريض وهو نظام جديد للقبول بالجامعات الخاصة لا يفرق بين اطلاب دكتور نوارة رفع مستوى الجودة وفرص متكافأة للمتفوقين ندرس فصل الملكية عن الادارة ورعاية هيئات التدريس هو ده لقاء انا عملته مع امين مجلس الجامعات الخاصة وده كان ناتج اجتماعات تمت مؤخرا في مجلس الجامعات الخاصة بعلم وزير التعليم العالي دكتور مصطفى مصعد وطلبه على اساس حل مشكلة القبول المزمنة في الجامعات الخاصة التي تتكرر كل عام خاصة عندما تعلن نتيجة السنوية العامة على سبيل المثال فيسرع اصحاب المجميع المتوسطة الى الاتحاق بالجامعات الخاصة وعندما يبدأ المتميزون في السنوية العامة عن بحث في مكان في الجامعات الخاصة بعد ان وجدوا ان الامن قد فقد بالنسبة لهم في الجامعات الحكومية لا يجدوا مكان في الجامعات الخاصة لأن العدد المطلوف في كل كلية وخاصة كلية القمة قد اكتمل النظام الجديد هيقوم على عدة محاور أساسية المحور الأول أنها هيتعامل تلات مراحل للتنسيق في الجامعات الخاصة يحدد نهاية المرحلة من قبل مجلس الجامعات الخاصة وليس بداية المرحلة اللي عايز يجري يقدم بسرعة وميجريش وحر إنما أنا بلزم الجامعة الخاصة أن نهاية المرحلة الأولى تيبه يوم كذا ويبقى الحد الأدنى للتقدم وليس للقبول مثلا بالنسبة لكليات الطب 92% وبكرر مرة تانية التقدم وليس القبول لأننا ممكن يتقدم لمجموعة من الحاصلين على 92% فأعلى وتيجي كلية الطب تأخذ العدد بتاعها في جامعة ما والحاجة وألاقي إن نهاية العدد اللي أنا أخذه ده يبقى الحد الأدنى فيه 95% فأبو 92% لحد 95% مش هيقبل فيه الجامعة الخاصة هنا الهدف إن أنا أخذ المتميزين وأصحاب المجميع العالية في الجامعة الخاصة اللي أرتقي بمستوى ونوعية الطلاب في الجامعة الخاصة هذه واحدة الجزء التاني ودي هيبقى من خلال ثلاث مرحة الجزء التاني والمهم جدا إن أنا بساوي لأول مرة في الحد الأدنى للقبول ما بين طلاب السنوية العامة وبين طلاب الشهادات الأجنبية والعربية العربية المعدلة والأجنبية سواء الآي جي أو الأمريكا الدبلوم واخلافه وبين الوافدين كله بيخش بمجموع واحد مجموع السنوية العامة ومجموع إكباري للآخرين يوازي نفس المجموع بتاع السنوية العامة مجيش أنا أخذ بتاع السنوية العامة مثلا في كلية الطب بـ 95% في الجامعة الخاصة ومن الشهادة الآي جي أو الأمريكا الدبلومة أو الوافد أخذه بـ 65% ده لن يتكرر مرة أخرى احتراما وتقديرا للشهادة لكن هنا في مساحة تنسيب في الرقم ما هو التنسيب هنا نسبة اللي هيتاخد من كل الشهادة دي ترجع إلى الجامعة الخاصة نفسه بس بشرط أن لا يقل عدد المقبولين من طلاب السنوية العامة في أي كلية عن 70% في جامعة بتاخد من الوافدين والشهادات الأجنبية وخلافه 2% من عدد المقبولين بها من هؤلاء الطلاب وكلية أخرى بتاخد 10% وكلية أخرى مثلا بتاخد 25% المهم ده ما فيش فيها مشكلة بس بشرط أن مش هيقل عدد المصريين عن 70% من عدد المقبولين في كل كلية والمجموع كل واحد فبالتالي لابد يكون هنا يكون هنا تميز في نوعية الطلاب الملتحقين بالجامعة الخاصة وأعتقد أن في خلال سنوات قليلة قادمة لن يكون هناك فرق في الحد الأدمى كبير ما بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية وبالتالي هنا أضمن أن خريج الجامعة الخاصة من المستوى المتميز اللي زي بتاع الجامعة الحكومية لكن هناك في جزء آخر وهو اللي بيدرس حلقة الفصل ما بين الملكية والإدارة لأن هناك في كثير من الجامعات الخاصة تدخل في من يملكون هذه الجامعات في إدارة الجامعة وخاصة من ناحية الأكاديمية هنا عايزين بيدرس حلقة الفصل ما بين الاتنين الإدارة الشيء والجانب الإداري للجامعة والأكاديمي شيء آخر ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل لأصحاب أو من يملكون الجامعات الخاصة في عمل الجامعات الخاصة أو في نظام التدريس فيها أو الجانب الأكاديمي على الإطلاق أستاذ رفعة فياض مدير تحرير الأخبار اليوم شكرا جزيلا لك أشكرا عزيزين مشاهدين فصل قصير سمان واصل سكرتيرا تحرير من داخل جريدة أخبار اليوم اشتركوا في القناة 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 لأنهم قدموا ورقة بمقترحتهم وكان أبرز مقترح قدموه خاص بمواد دستور إلغاء مجلس الشورى تماما وعدم منه أي صلاحيات في الوقت الحالي لإدارة شؤوني بلاد برلمانية أو تشفيعية حزب مصر القوية برئاسة عبناء وفتوح قدم برضو وافق على أن يشارك في تعديلات الدستورية أو طرح بعض المواد المقترح تعديلها وكان أبرزها برضو إلغاء مجلس الشورى الجانب الآخر التلات قوى الرئيسية اللي هم بيتزعموا مواقف المعارضة في المجتمع السياسي المصري حاليا جابت الإنقاذ الوطني بقيادة البردعي وحمدين وعدد من القوى والعناس البرزة بلغار وغيره رفضين جملة وتفصيلا التدخل أو طرح أي اعتراضات من أي نوع على مواد دستور لأنهم رفضين الدستور شكلا وموضوعا وبيقولوا أنه دستور بيؤسس لدولة دينية ونفس المنحة اللي اتخذوا حزب الوافد وقال إن الدستور بوضع حالي بيؤسس لدولة يمكن أن يسمى دولة الفقه في إيران رغم أنهم بعض قيادتهم وعلى سنتر السباق القيادي بالحزب اعترض على 41 مادة كان أبرزها إلغاء المادة اللي بتنص على تدخل المجتمع في إصلاح وتهزيم المجتمع واسمح بتكوين جماعات على شكلة جماعة أمر معروف أن هذا منكر وتكوين ميليشيات مسلحة وما إلى ذلك ما ممكن أن يشعل فوضى لحد قولهم حزب التجمع هو الآخر رفض التحدث عن التعديلات أو تقديم تعليلات لجنة الحوار في الرئاسة جملة والتفصيل والآخر معتبرا أن هذا الدستور لا قيمة له ولا يصلح لإدارة مصر في المرحلة المقبلة وطالب بتعديله كليا في حزب المصر الديمقراطي رغم أنه هو المخدش لموقف إيجابي ولا موقف سلبي ولسه حتى الآن بيقوله أنه هو يناقش محددش موقفه مهائي ولسه احتمال يتقدم بوثيقة تتضمن حوالي 15 مادة معترضين عليه في الدستور القادم إلا أنه بشكل عام الحوار زي ما قلت لحضرتك في الأول بواجه انقسام قوة سياسية ترفض وقوة سياسية تقبل وإذا استمر الانقسام ستستمر حالة الفوضى في المجتمع المصر ولابد من وصول نقطة تلاقي بين الطرفين وعلى مواسطة رأسنا تقود الحوار له حدوث توافق بين الطرفين أستاذ نبيل عطى نائب رئيس تحرير أخبار اليوم شكرا جزيلا لك الأستاذ سعاد أبو النصر صحفية بأخبار اليوم شكرا جزيلا لك أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نواصل آخر فقراتنا من سكرتير التحرير من داخل جريدة أخبار اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأربع وعشرين ساعة مباشرة من دون تدخل كي تعيش الواقع كما هو وتتفاعل معه رؤيتك الجزيرة مباشرة تلفزيون الواقع الإخباري معنا تصنع الخبر تحلل الخبر تعبر عن رأيك دون تدخل شارك معنا عبر سكاي بالصوت والصورة على حسابنا الخاص اي جي ام دوت مصر اشتركوا في القناة اخرى في اخر فقرة لنا في سكرتير التحرير الاعتراف بالمعارضة الوطنية وعلى القوى السياسية قبول شرعية السلطة ومسندتها ما فحوى هذا الحوار الاستاذ الدكتور رمضان بطيخ واستاذ القانون العام في جامعة عين شمس وهو يرى ان المشهد السياسي مرتبك ليس بسبب الاعلان الدستوري المعترض عليه وليس بسبب الاستفتاء على الدستوره وتمريره ولكن هو بيقول ان هذا الارتباك في المشهد السياسي يرجع الى اسباب سياسية وبيهدف الى مكاسف سياسية وهو بيرى في رأيه ان ذلك خطأ وانه لابد ان تنبذ كل القوى السياسية هذه الخلافات وان تمد يدها الى بعضها البعض ويرى ان رئاسة الدولة عليها ومعها حزب الحرية والعدالة ومن يناصره من احزاب التيارات السياسية ان يعترفوا بان المعارضة في مصر هي معارضة مصرية وطنية خالصة بتسعى الى صالح الوطن كما يسعونهم بالذات وفي المقابل لابد ان تقبل المعارضة تقبل المعارضة بشرعية السلطة وبانها لها ادارة دفت الحكم ويمكن ان المعارضة تشترك معها وتقف معها في خندق واحد وتساندها وفي رأيه ان هذا يحقق الاستقرار للوطن الذي ينشده المواطن نقطة البداية من الرئاسة وطيرات الاسلامية في الاعتراف ان هذه معارضة وطنية وطالح مصر الاثنين مع بعض موازنة يعني الرئاسة تعترف بان الرئاسة وحزب الحرية العدالة وبنستوى يعترف بان المعارضة وطنية مخلصة بمعنى انها مفيش حاجة اسمها مؤامرات وخيانة عظمة والكلام ده دي نقطة البداية وفي المقابل ان المعارضة تقبل شرعية السلطة وهو يرى ان ذلك الاستقرار الذي ينشده المواطن العادي يبدأ او يمر من خلال الحوار الوطني والذي بدأه رئيس الجمهورية برعاية من نائب الرئيس اللي هو السابق يعني وعندما سألته ولكن المعارضة بترى ان الحوار الوطني حوار من طرف واحد وان ليس لها اجندة علشان يبتدوا بيها وان هناك اشياء مفروضة بيقوله فيه هو حاليا الوقت الرئيس اعلم في التلفزيون مرارا بان الحوار مفتوح للجميع وان الموضوعات على الترابيزة يعني مفتوحة واي حد ولا هو في رأي الدكتور بطيخ ان تعالوا يا معارضة ادخلوا الحوار وبحسن نية واذا وجدتم ان هناك سوء نية في الحوار وان هناك اقصاء اخرجوا للشعب واقولوا له هذا الكلام ده بالنسبة لهذه الجزئية انا سألت عن رأيه في الاستفتاء هو كاستاذ قانون دستوري رأيه في الاستفتاء ونتكته ومن حيث عدد المشاركين فيه هو يرى ان هذا الاستفتاء سليم قانونا لان ليس هناك نص دستوري او نص قانوني يحدد عدد او يطلب عدد معين من الشعب ليشترك في الاستفتاء وفي القانون المقارن الدستوري المقارن يعني دول اخرى متقدمة ما بيشترتوش الا نسبة خمسين زائد واحد من الاصفات الصحيحة وهو ما كان في دستور سنة واحد وسبعين وفي الدستور المصريية السابقة سألت عن مجلس الشورى وقلت له طيب مجلس الشورى دلوقتي تولى التشريع كيف يتولى مجلس التشريع لشعب لم ينتخب منه غير ثلاثة في المية فقط هو رد عليها بسؤال اخر قال لي هل العبرة بمن صوتوا لهذا المجلس او بنوعية اعضاؤه فهم نوعية الاعضاء برضك عندهم كفاءات ولديهم كفاءات ولديهم ققدرة ومع ذلك فان الرئيس محمد مرسي عين مؤخرا تسعين عدو يستكمل بهم عدد مجلس الشورى اختارهم من الكفائيات القانونية والدستورية والكفائيات اخرى ليتوازوا في الكتلة التصويتية مع الفصيل الذي له الغلبة كما يتدعي المعارضة شكرا لك لو انتقلنا لأستاذ رأفة الكلاني وصفح العاشرة وهي رسائل خاصة من المواطنين بعد اقرار الدستور الشعب هو السيد المصريون قالوا كلمتهم في الاستفتاء نرفض الوصاية مصر للجميع وليست للنخب هو في الحقيقة بعد الفترة اللي فاتت اللي هي فترة الاخذ والرد التي صحبت مرحلة اعداد الدستور ثم الانسحاب المفاجئ من بعض القوى السياسية قبل اقرار الدستور بصفة نهائية ثم لو تطرقنا بعد كده للمرحلة اللي صحبت الاستفتاء والاعتراضات الشديدة على الدستور وبعد ان تم الاستفتاء على الدستور وظهرت النتيجة بنعم نزلنا او كان لأخبار اليوم ان تنزل الى الشارع لتحصل على نتيجة من الواقع او تجس نبض الشارع عن قرب فنزلت انا وزميليا مؤمن عطالله وعمر شاكر في شوارع القاهرة كلهم في منطقة مختلفة لنرصد رأي الشارع بعد هذه النتيجة يعني فبصراحة احنا لقينا من خلال تجولنا ان الرأيين الاثنين يعني الرأي الاول اللي هو المعارض او اللي كان مش موافع على الدستور من الاصل ويعني انا مثلا قابلت واحد ودكتور ومثقف يعني قال لي انا لم انتخب الرئيس مرسي وانا صوتت بلاي على الدستور ومش عجبني الدستور ده خالص ومش عجبني اداء الحكومة لكن كان كلامه في الاخر بيقول ان انا لازم او احنا لازم علشان نقدر ننهض او نمشي صح ان احنا نمتسل ونحطي يعني الى رأيي الاغلبية مدام ارتضينا الصندوق كحاكم بيننا علينا ان نحترم هذه النتيجة ويعني برضو كان في بعض العراء الاخرى المعارضة رحنا للرأي الاخر المتفق اللي هو طبعا كان موافع على الدستور وادة صوته بنعم كل الناس كانت تقدر تقول يعني عايزة بتقول احنا عايزين البلد تمشي احنا بنتعرض للنهار اقتصادي عايزين مؤسسات الدولة تتبني عايزين نقدر نمشي في الطريق بدل ما احنا وقفين كده طول ما احنا وقفين نحن لن نتحرك الى الامام فبالتالي نغرق الى تحت فمعظم الناس حتى كان رأيهم عن بعض الناس انتقدت بشدة جبهة الانقاذ الوطني وبعض الناس التانية اللي هي المؤيدة يعني كانت معاها لكن في الوقت الحالي وبعد ظهور النتيجة بدأوا يقولوا ان احنا بس خلاص يعني احنا يجب ان ننطلق لا يمكن ان نقف او نظل وقفين في مكاننا هكذا ابدا فكرة رد الدستور والمطالع باسقاط وهل وجدت صدى لهذه الفكرة في الحوارات التي اجريتموها مع عدد من الناس والله في الحقيقة في المعظم السائد لم نجد وسط الناس هذه الفكرة لكن انا قابلت من الناس اللي قابلناهم هو كان قاضي ويعني عنده فكرة كويسة فانا سألت نفس السؤال اللي حضرتك سألتولي ده فرد علي قال لي انا مش فاهم يعني ايه كيف نسقط الدستور بعد ان اقره الشعب يعني قال لي يعني تقدر تقول ما هي آلية اسقاط الدستور يعني كيف ستسقط الدستور الذي اقره الشعب ووافق عليه وخلاص يعني اصبح شرع عن طريق الانتخابات فحتى كان له ليه تعليق يعني القاضي ده بالتحديد قال لي انا تعجبت جدا وعلق على تصريح للوسيس حمدين صباحي اعتقد كانت اللي عملها يعني اثناء ادلقوا بصوته في المرحلة التانية مش فاكر كانت قناة الجزيرة مباشرة او حد تانية عملت مقابل عماما اثناء ادلقوا بصوته فقال لي الاستاذ حمدين قال في التصريح ده ان احنا قال ثلاث حاجات يعني مختلفين عن بعض كلهم يعني قال لهم ان احنا سنصوت عن ندعو جميع اعضاء جابهة الانقاذ بالتصويت بلا على الدستور وفي نفس الوقت قال وسنعمل حتى لو النتيجة ظهرت بنعم على اسقاط الدستور بكل الطرق السلمية والحاجة التالتة اللي قالها ان احنا سنعمل ونستعدي من القال لخوض الانتخابات البرلمانية لنحصل على الاغلبية يعني التي ستعدي نتاجا للدستور الذي هو صوت عليه بلا وهذا اعترف منه ضني منه بالمرحلة الانتخابية وفي نفس الوقت يقول سنعمل على اسقاطه لكن هذا هو السبيل لتغيير الدستور بطريقة السلمية كما قال انه نأتي بأغلبية في مجلس الشعب ثم يطالب بتغيير الدستور ويغير الدستور وده كان ما صار تعجب من القاضي بصراحة قال لي انا مش عارف كيف يعني يكتمع هذا مع كل ده ستزرافة الكيلاني المحرر بأخبار اليوم شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الاساس عبد المجيد الجمال شكرا جزيلا لك الى هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من سكرتير التحرير الى ان نلقاكم غدا لكم كل التحية و الى اندقاء